وعايز بس أتكلم في موضوع بتاع الشابة حنين حالكوا عارفين حكاية التيك توك وتقابض عليها وبيتحقق معاها وجددوا للحبس كل هذه الأشياء أنا يعني لست في مجال تقييمها ما أعرفش أنا إيه اللي حصل نيابة طلعت يعني طبعاً بيان مفصل وأنا يعني قريته وأياً كان هي مزنبة أو غير مزنبة هذا أمر أنا لا أستطيع حكم عليه يعني طبعاً والمتهم بريء حتى تثبت إدانته أنا ما أقدرش أقول هي إيه لكن اللي حصل في موضوع حنين ده والتيك توك وتاخد فلوس علشان تقف قدام كاميرا وكل الكلام ده بيرجع تاني يسأل هو إحنا لازم نرأي بعيالنا قديه إنت اللي بيجرى إيه بنتك أو ابنك بيخش الأوضة ومع الموبايل بيعمل إيه هتقول لي أنا مربيه كويس أنا ده مؤدب دي مؤدب على عيني وراسي إنما وارد جداً إنه يقرأ عرض زي ده إنه تعمل تلات تلاف دولار في الشهر كل الحكاية حبيبتي إنه اللي مطلوب منك توفي قدام الكاميرا أنا ما بتكلمش عن حليل في حاجات كده إنه ده شات عادي بس تبقي لابسة حلو وحطة شوية روج طيب جايز الوضع كده وجاء على فكرة وارد جداً تقول لها إيه طب يا حبيبتي طب متخلينا نكلم بعض فاتكلمها تقول لها طب وريني أنت لابسة إيه طب فاتصورها فتبتزها هل ده علامة استفهام أنا بحاول أفكر معاك بصوت عالي هل لازم نرجع تاني نقول للعيال لو سمحت أنا لازم أبص في الموبايل بتاعك أنا لازم أبص في الموبايل بتاعك أنا لازم أعرف أنت بتكلمي مين ولا لأ ولا لأ في الزمن اللغبر اللي إحنا فيه ده على فكرة موضوع حنين ده برضو خلوه على جنب هي عملت ما عملتش عاملة بتاعها اللي اسمها الوكالة جابت ترخيص بتوع تيك توك دوها 400 دولار كل التفاصيل اللطيفة اللي حضراتكم تعبين نفسوكو بيها ديت أنا مش واقف عندها شوف بقت إيه أنا واقف عند عيالنا إيه الهم اللي إحنا فيه ده وإيه الابليكيشنز اللي هي بتطلب من الناس ندفع لكم فلوس وتتصوروا وتحطوا روش طيب يعني حتقول لي طبعا الفتاة المؤدبة الفتاة المتدينة بس الدية على الودان بقى وإغراء المال والحوادين دي كلها هل هل إحنا لازم نلاقي بكتر هل لازم أعرف الهيستري بتاع ابني أو بنتي دخل على أني مواقع بيعمل إيه في التيك توك بيصور إيه بيفتح الكاميرا قدام مين من بعد شوية حييجي يبتزوها ويقول لها صورناك ما يعمللنا واحد اتنين تلاتة وأكم من حواديد كده ومقاسي وطبعا كل الحدوطة مكررة أنه هي البنت أو الود بيكسفوا أنهم يروحوا يقول لأهلهم إحنا ألعنا أو لبسنا قدام الكاميرا أنا بس بسأل وبقول للأهل هل آني الأوان أنه يرجع تاني العصر بتاعه لأوحيات أهلك أنا عايز أشوف أنت بتعمل إيه هل اللي عنده 18 سنة و19 سنة و20 سنة ده بني آدم أصغ فيه لا يا حبيبي أنا بديك الثقة الكاملة لا يا حبيبتي أنت أنا ربيتك ده اليومين دول التربية هي بتاعة الأبس التربية هي بتاعة النات التربية هي بتاعة الكلام ده فحنين ديت وبرضه بقول تاني أنه طبعا حنين ديت دمرت على فاكرة لو طلعت براءة بعد كده هتبقى حدوتة بس ملناش دعوه بحنين وأنا ما بدفعش عنه على فاكرة أنا ما عرفش إيه الحكاية ولكن تقرير النيابة يعني بيان النيابة يدينها عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا بس هو السؤال المهم طيب واحنا وعيالنا أمها بتقول لما تيجي حنين حد الله بيننا وبين التيك توك طيب هل من الأول إحنا لازم نقول للعيال بلاش تيك توك هتقول لي بقى عمر إيه يعني لأ ما ده فيه ناس بتقلد وفيه ناس بتمثل ومش كل قط يتقلو يا ماشمش ومش كل الناس زي طب بتاخد بالك بترعب بتشوف بتعرف كم في المية بيعرف كم في المية متفرغ كل الناس متخيلة مش بنتي ومش ابني أمه للبقين دول مين دولولاد مين وبنات مين ترجمة نانسي قنقر